ازيكو حبيبي عاملين ايه والناردة هنتكلم عن احداث الحلقة العشرة من مسلسل بيت العنكبوت وفرح فيصل ورحمة اخيرا بس للأسف بدون اهله تعالوا نرده نشوف تسريبات احداث الحلقة بالعرضها بيروح فيصل عند ابوه مبارك وبيتوسله انه هو يجي معايا علشان خاطر يخطب رحمة وبيقوله يا باب انا مش حاسس بالفرحة غير لما تكون معايا ارجوك خليني اعمل حاجة واحدة بحبها انا بسمع كلامك في كل حاجة خليني بره اعمل الحاجة اللي انا عاوزها فدل يتوسل لي لكن للأسف قلبه كان حجر وطرده مبورة المحل وقال له كمان انه هو مش عايزه هنا في المحل ورافض كمان الجوازة دي بعد كده راشد بيخرج من البيت وبتخرج ورانه وراو بتقول له ايه البدلة اللي معاك دي لو تتجاوز ولا ايه قال لها لأ اطميني بس هعمل حاجة كده وبحكي لك عليها بعدين وحنشوف دلوقتي اللي في دماغه بينما منلاقي بعد كده امير بيروح هناك في البيت عند رحمة وبيقول لها لازم توفقي على الجواز وانا منيش غيرك دلوقتي واهلي مقطعيني ولو سمحتي بس يعني حاولت اكميها امك واماها جات وسمعت الكلام وقدرت حال عليها وقارتلي المفروض انك تمشي من هنا ماينفعش ابدا توقف بالشكل ده بينما بعد كده اميرا وريم بيشوفوا الفيديو المنتشر لأمل بتاع عيد ميلادها وناس كتير شات منها في التعليقات لكن قالوا ان هي اكيدة اتنشهر لان اي واحد بيبدأ حياته على السوشل ميديا بيكون كده في البداية الولد اللي بتعرفه اميرا بيبعث لها رسالة وترد عليه وبتبعث له كمان كل شوية صورها بينما راشد بيروح وبيفاجئ اخوه بخبر هنشوف دلوقتي ايه هو الخبر ده بيروحوا بيقول لاخوه انه هو هيجي معاه على شرخات ليخطب معاه رحمة وساعتها طبعا بيكون مش بسدق وبيكون فرحان وبياخدوا كمان ماجد معاهم وبرك بيكون موجود في المسجل وبيكلموا صديقه انه هو يعفو عن ابنه ويسامحوا لكن كرفت تماما انه هو يعني يقبل الجوازة دي بتروح رحمة واختها الصغيرة اميرة على محل عشان يشتروا بعض المكياجات من هناك وبيشوفوا هناك امال والراجل بيديها فلوس وبيقول لها ان الفيديو بتاعها جابه شهادات كتيرة وجاب كمان مبيعات كتيرة وبتفرح كتير وبيهنوها بالخبر ده المنافس بتاع مبارك لما بيعرف ان رحمة ثابت المكان يعني ومحل بتاع مبارك هيروح علشان خاطر يعرض عليها تشتغل معاه بينما بعد كده بيروح راشد وفيصل علشان خاطر يخطب رحمة وبيتحيلوا على الامة علشان توافق والامة بترفض وبتقول ما ينفعش انا قلت ابوك ييجي مش بس اخوك كانت رفضة تماما وتحيلوا عليها والقال التانية لازم تشور عمها قدرها انت برضو الخير والبركة وانت اللي ربتيها ويبالي وفرحينا وبتابل بالفعل وبتكون طبعا رحمة فرحانة وكمان فيصل بيكون فرحة لكن في نفس الوقت هنشوف راشد دلوقتي هيعمل ايه هيروح ويقول لبابا ان خلاص اخويا راح خطب من ورق رحمة ومصابم ان هو يتجوزها رحمة بعد كده بتخرجه بتقدم الشربات ويكونوا مبسوطين جدا وطبعا بتعرف نورة لان بيتهم اساسا قدام بيت رحمة وبتعرف ان جزء موجود هناك وبتعرف كمان ان هو جاء عشان خطر يخطب رحمة وعادي تزعق فيه قال لها اركابي العربية براها تتكلميش كتير لان نواف موجود جوا وكانت فكرة ان هو سمع يعني الكلام اللي بينهم المنافذ بتاع مبارك بيروح لرحمة علشان يطلب منها تيجد يشتغل عنده قالت ان هي مش شغالة مع حد خلاص بطلت من الشغل خالص مشي وسبها بينما بعد كده بتكون نورة خايفة وتقول لراشد رخايفة يكون نواف سمح حاجة من اللي احنا قلناها قال لها ما اعتقدش ابدا ان هو سمح حاجة بعد كده بيفجر راشد الكلام ده وان خلاص فيصل خطب راحنا وحيجوزها فالأب بيتعب خلاص وبيغمى عليه وبيكون تعبان وبيروح بسرعة الحقوق فيصل بيكون مع رحمة في العربية وبيقول لها ان هو مبسوط كتير وخلاص بيبدوها التجهيزات للفرح وبيقول ان هو بيحبها وفرحان هو معها بعد كده منلاقي ان الام لطيفة بتكلم فيصل وتقول له اتراجع عن موضوع الجوازة دي لان ابوك تعبان لكن فيصل كان مصمم ثاني يوم بيروح على طول مبارك وبتروح ورزقته بتقول له رايح فين قال لها مركيش دعوة انتي اخذ العربية ومشي على طول وكانت قال انا جدا عليك بيروح علشان خاطر يتكلم شوية مع ابو نورة وبتعرف ريب ان اميرة بتتكلم مع الورد ده اللي المفروض على موقع سوشال ميديا وبتقولها زي تتكلمي معايا قارت لها ان هو انسان يعني كويس وقارت لها ما ينفعش تسكي في الناس كده مبارك بيروح لصديقه ابو نورة بتتكلمه مع بعض بينما بيكون امير موجود في العربية ما ما يجد وبيتجهزه علشان خاطر الفرح وبيتكلم راح ما بتقول له نيه في الكافر وطلبت منه طلب ان هو يروح ويصالح ابوه فرح فيصل على طول لابوه مبارك وقال له لو سبحت بسقر دي عن جوازي عشان انا عايز افرح لكن ابو رفض تماما ودخل البيت وقفل الباب بوشه بينما بعد كده نورة بتتكلم مع صاحبتها وبتنصح ان هي تحوش من ورا جزه علشان خاطر تجيب بيت وتخرج من البيت اللي هم عايشين في ده وبيكون النهاردة الفرح بتاع فيصل ورحمة بيبدأ الفرح والكل بيكون مبسوط لكن طبعا الام والاب مش بيروحوا ولا كمان اخوه ولا حد خالص منهم يعني اللي كانوا موجودين كانوا اهل رحمة وكمان يعني شيخة واختها والناس المقربين منهم وكمان ماجد بيبدأ الفرح والكل بيكون سعيد لكن بتكون الامة حزينة بتتفرج على الفيديو بتاع الفرح وهي يعني متضايقة جدا وطبعا الاب بييجي كمان وبيعود وبيكونوا متضايقين واسناء مهم فرحانين بيدخل نواف وبيكون معا مسدس وبيضرب في الهوى طلقة من الرصاص والكل طبعا بيدخط يترى ايه لممكن يعمل نواف في الفرح ده ده كان ملخص احداث الحالة العشرة من مسلسل بيت العنكبوت اتمنى الفيديو كنا لا يعجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا كمان زر الجرس واشوفكم على خير بايبار